هو الجديد في هذا المجال جديد القطاع جديد القطاع في مدونة التكوين نعم وتقريبا الشعب التي استحدثت والتخصصات التي ستحدث استحدثت في الدخول سبطامبر ودخول فبري وأيضا في الدخول القادمة قبل أن نتحدث عن هذا المجال بودنا أننا نعرض الأهداف التي من خلالها من خلالها يعمل القطاع أهدافه أولا تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والعلمي والتكنولوجي ربط التكوين والتعليم المهنيين بالاقتصاد أو بالقطاع الاقتصادي ثالثا رقمنة وعسرنة القطاع وهذه الأهداف هي التي من خلالها نتعاطى مع كثيرا من التخصصات من التخصصات التي ستأتي إن شاء الله في حديثنا عن القطاع بحصوص هذه الأهداف يا أهداف جميلة سيد الوزر لكن ما هي الميكانيزمات؟ ما هي الآليات لتجسيدها ميدانيا؟ نعم يعني بحجم الموسى نحن عندما نتكلم عن تحسين جودة التعليم نعم نتكلم عن الطرق المعاصرة في التعليم وأخص بالذكر طريقة المقاربة بالكفاءات طريقة المقاربة بالكفاءات وهي من الطرق المستحدثة الآن عالميا ولأن التكوين والتعليم المهنيين قريب من العمل وقريب من الآلة وقريب من ما يلمسه ويتلمسه المتربس والمتمهن فطريقة المقاربة بالكفاءات ستجد ضالتها في قطاع التكوين والتعليم المهنيين عندما نتكلم عن ربط التكوين بالقطاع الاقتصادي نعم نحن نتكلم عن التمهين وعندما نتكلم عن التمهين وهي الطريقة السريعة التي توصل المتربس إلى مباشرة إلى منصب العمل لأن في التمهين وعندما نقول التمهين نقول المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العمومية التي يتمهن فيها المتربس عندما نقول ربط التكوين بالقطاع الاقتصادي نتكلم عن التكوين المتواصل وعندما نقول التكوين المتواصل نقول الشراكة أيضاً مع القطاع الاقتصادي نقول أيضا تشجيع المبادرات المقاولاتية لخريجي تشجيع التكوين المتواصل يعني هذه القضايا وهذه الأهداف هي التي ستسمح لنا بأن يصبح قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مصاف القطاعات الاستراتيجية الحيوية